قراءة الصباح من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يحنى الفصل التاسع من الأي 1 حتى 18 وفي بهم مشتاز رأى إنسانا أعمى منذ مولده فسأله تلاميذه قائلين ربي من أخطأ أهذا أم أبواه حتى ولد أعمى أجب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي لي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام النهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمله ما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل على الأرض وصنع من تفلته طينا وطل به عيني الأعمى وقال له اذهب واختسل في بركة سلوان أي المرسل فمضى واهتسل وعاد بصيرا فالجران والذين كانوا يرونه من قبل أنه كان أعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي فقال بعضهم هذا هو وأخرون قالوا إنه يشبهه وأما هو فكان يقول إني أنا هو فقالوا له كيف انفتحت عيناك أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطل عيني وقال لي اذهب إلى بركة سلوان واختسل فمضيت واختسلت فأبصرت فقالوا له أين ذاك فقال لا أعلم فأتوا به إلى الفرسيين وكان حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه يوم سبت فسأله الفرسيون أيضا كيف أبصر فقال لهم جعل على عيني طيلا ثم اقتسلت فأنا الآن أبصر فقال قوم من الفرسيين هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت أخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات فوقع بينهم شقاق فقالوا أيضا للأعمى ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك فقال إنه نبي ولم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر حتى دعوا أبوايه والتسبيح لله دائما ترجمة نانسي قنقر